اهلا بكم في قناة احمد ستوري قبل ما نبدأ فيلم النهاردة ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بتبدأ احداث فيلمنا النهاردة سنة 1984 مع رحلة من رحلات الطيران اللي بتقلع من معطار مدينة كولاكاتا الهندية وبنعرف ان الرحلة دي بالرقم جي ال خمسين وفي منتصف الرحلة بتواجه الطيارة صعوبات في الطيران بسبب الاحوال الجوية والطقس السيئ وفجأة وبدون سابق انذار اختفت الطيارة تماما عن الرادارات وبرج المرأبة وتم فقد الاتصال بيها واختفت تماما من غير اي اثر ومن اللحظة دي محدش قدر يوصل للطيارة زي ما تكون السماء والارض اتشاءوا وبلعوها ومحدش عارف ايه اللي حصل وبينتقل بين الفيلم بعد كده للمستقبل بعد خمسة وتلاتين سنة من اللي حصل وبالتحديد سنة الفين وتسعتاشر وبنروح لقرية نائية اسمها قرية لافا في ولاية البنغال الغربية وبنشوف مجموعة من الاولاد وهم بيلعبوا كرة القدم وفجأة بتظهر فوقهم طيارة وده امر نادر جدا خصوصا في منطقة جبلية زي المنطقة دي وبسرعة الاولاد بيجروا وراء الطيارة ولكنهم بيكتشفوا انها اصطدمت بالتلالة العالية اللي هنا ووقعت وتحطمت تماما وبيرجع بين الفيلم اللي ولاية كولكاتا وبيظهر لنا بطل حكايتنا النهار ده وقاس موشانتو وبنشوف وهو بيتفرج على التلفزيون وبيشوف تقرير اخباري عن طيارة برقم 026 غيرت ما صارها تماما في الجو وبيعرف ان عليها اشخاص برزين وفي اشتباه كبير ان الطيارة دي تم اختطافها حاليا وبعد شوية بيروح شانتو على شغله في مكتب التحقيقات المركزي وبنعرف انه بيشتغل زابط ومنصبه عالي ورفيع المستوى في مكتب التحقيقات المركزي هنا ولما بيوصل لهناك بيوصلهم بلاغ بسقوط وتحطم طيارة في مكان قريب من قرية لافا الجبلية فبياخد شانتو الزميلو جانجا وبيروحوا الاتنين لموقع تحطم الطيارة علشان يبدأوا التحقيق وفي البداية بيقرب شانتو من زابط الجيش ده وبيسألوا عن المستجدات لحد دلوقتي والزابط بيقوله ان كل اللي على الطيارة ماتوا وما فيش غير شخصين منهم بس اللي لسا عايشين وتم نقلهم كمان لقرب مستشفى علشان يتلقوا الرعاية الطبية المناسبة وبنعرف ان واحد من الاتنين دول هو الطيار والتاني يبقى واحد من الركاب ولكن الغريب ان تم العصور على جسد شخص في كبينة القيادة الخاصة بالطيارة غير مساعد الطيار وده معناه ان الطيارة فعلا تم اختطفها قبل حادث التحطم اللي حصل لها ده وبعد ما بيخلصوا كلام مع بعض شانتو وجانجا والزابط بيركبوا الطيارة الهليكوبتر وبيتوجهوا لموقع تحطم ولكن الزابط لما بيعرف ان هم جايين لموقع تحطم طائرة زيرو ستة وعشرين بيقول لهم ان الطيارة اللي اتحطمت هنا في الموقع رحلتها رقم جي ال خمسين اللي اختفت من خمسة وتلاتين سنة وبترجع بينا الاحداث للماضي سنة الف وتسعمية اربعة وتمانين وبنتعرف على بيهو ودي تبقى طيارة طموحة من مدينة كولكاة وبيهو دي عندها كل حاجة ممكن اي شخص يتمناها صحتها كويسة وهي جميلة ووظفتها كطيارة مرتبها عالي جدا واسرتها كمان مستقرة ده غير كمان ان وضعهم المالي كويس قوي ولكن على الرغم من كل ده ولسبب مجهول لحد دلوقتي بتكون حزينة ومتضايقة جدا ومش عارفة كمان تضحك وتعيش حياتها وسنها زي الاول وامها كمان بتنصحها وبتقول لها لازم تنسى الماضي وترجع تاني بيهو المتقلقة والطموحة استعيدة زي الاول واحسن كمان ولكن بيهو بتتجاهل نصايح وكلام امها وبتمشي من سكات ومش بترد عليها وبنرجع للوقت الحاضر وبيهو بتكون في المستشفى وبنعرف ان هي الطيارة اللي كانت في الرحلة الرقم جي اللي خمسين واللي كانت مفقودة من خمسة وتلاتين سنة سنة الف وتسعمية اربعة وتمانين وظهرت من تاني وتحطمت في تلال قرية لافا الجبلية وفي الوقت ده شانتو و جانجا بيسفروا الاتنين لقرية نائية تانية وبيزوروا مدرسة هناك وبيتقابلوا مع المعلم والاستاذ داس وبيبدأوا في استجوابه وبعد كده شانتو بيقولوا ان الطيارة اللي رقم رحلتها جي اللي خمسين اقلعت من مطار كولاكاتا سنة الف وتسعمية اربعة وتمانين واختفت تماما وبيقولوا كمان ان في مقعد من مقعد الطيارة دي كان فاضي وان تذكرت المقعد كانت باسمك انت وانت ما روحتش وما سافرتش وما ركبتش الطيارة في اليوم ده وهنا داس بيتصدم لما بيسمع من شانته الكلام ده وبيقولوا بصراحة انا مش فاكر انت بتتكلم على ايه خصوصا انك بتقول ان اللي حصل ده من خمسة وتلاتين سنة وانا يا ابني زي ما انت شايف كده الراجل عجوز وزاكرتي ما بقاتش زي الاول وبعد كده بيرجع داس للبيت وبنشوفه وبياخد وبيجمع مجموع من الملفات والمستندات وشوي تصور كده وبيحرقها وده معناه انه عارف حاجات كتيرة عن اختفاء الطيارة رقم جي اللي خمسين وبيكون عايز يخفي اي ادلة ممكن تثبت عليه اي حاجة بخصوص الموضوع ده وفي التلفزيون بتزيع نشرات الاخبار ان منظمة ارهابية اسمها اعلنت مسئوليتها عن اختطاف الطيارة الرقم زيرو ستة وعشرين والمنظمة الارهابية دي بتطالب بالافراج عن ازدعين بتاعهم واللي اسمه بارتو في مقابل الافراج عن الطيارة والركاب وبنعرف ان بارتو محكم عليه بالاعدام وهيتم تنفيذ حكم الاعدام فيه بعد كام يوم الضبط وتاني يوم الكابتن طيار بيهو بيتفوق في المستشفى وبتستعيد وعيها مرة تانية والمحاقق شانتو بيروح لها علشان يستجوبها وفي البداية بيسألها عن السبب والطريقة اللي الطيارة تحطمت بيها وبيهو بتبدأ تحكيله كل اللي حصل معها بالتفصيل وبتقوله انها اقلعت بالطيارة من المطار زي اي رحلة طيران عادية جدا وبتعرفوا ان معادل اقلاع كان الساعة تلاتة مساء وفي خلال اول عشر دقيق في الجو كل حاجة كانت تمام التمام والطيارة كانت مستقرة والوضع اكتر من مطمئن ولكن فجأة واحد من الركاب اقتحم عليهم كبينة القيادة في الطيارة وطعن الطيار المساعد بتاعها وخلص عليه وبعد كده طلب من بيهو انها تتوجه وتتبه احداثيات معينة وامارها بتغيير مصار الرحلة ولكن قبل ما تلحق تعمل اي حاجة التقس تغير فجأة وبقى كل عواصف قوية من حواليهم ده كمان فقدت ساعتها السيطرة على الطيارة واتحطمت وهو ده كل اللي حصل معهم في الرحلة بالتفصيل وبعد كده شانتو بيسأل بيهو عن مكان وتاريخ الرحلة دي فبتجاوبوا بتقولوا ان الرحلة اقلعت من مطار ولاية كولاكاتا عام 1984 الساعة 3 مساء بس بيكون باين على شانتو انه مش مصدق كلامها خالص وبيقولها انت بتكذبي ومش بتقولي الحقيقة علشان احنا حاليا في سنة 2019 والمفروض ان مر 35 سنة على التاريخ اللي انت بتقولي ده وهنا بيهو بتتصدم من كلامه وبتكون مش مستوعبه خالص وازاي هم حاليا سنة 2019 وبعد كده بيوصل شانتو وجنجا لبيت بيهو القديم علشان يعرفوا كل حاجة عنها بالتفصيل الممل ويقدروا يوصلوا للحقيقة ولما بيسألوا الجران عنها محدش منهم بيعرفها خالص ولا شافها قبل كده هنا في البيت او حتى في المنطقة ولكن لحسن حصدهم ان فيه راجل وست متجوزين كبار في السن كانوا جران واصدقاء لعيلة بيهو والراجل ده بيقولهم ان بيهو كانت شابة جميلة وطيارة محترفة كمان ولكن حياتها للأسف ادهوارت فجأة لما تعرفت على راجل كده وحبته ودخلت معاه في علاقة وحملت منه قبل الجواز والراجل ده مات في ظروف غمضة وانهارت بيهو اكتر كمان لما ولدت الطفل ميت وبيعرض لهم كمان البوم صور في مجموعة من الصور لبيهو قبل ما تختفي بالطيارة بتاعتها جي إل خمسين سنة 1984 يعني من 35 سنة فاتت وكلام الراجل ده بيأكد ان بيهو مش بتكذب عليهم في كل اللي قالته في المستشفى وعلى الرغم من كل الأدلة والكلام ده إلا ان شانتو مش بيصدق ولا بيقامن بفكرة السفر عبر الزمن وهو متأكد ان في حلقة مفقودة في الموضوع ده ولازم يوصل لها وبيرجع بعد كده شانتو لمقر مكتب التحيات المركزي وبيستمع للسندوق الاسود الخاص برحلة الطيارة رقم جي إل خمسين وبيسمع وبيعرف ان كل كلام بيهو اتلع صحيح وان في واحد من الركاب دخل فعلا لكبينة قيادة الطيارة اللي فيها بيهو وقتل الطيارة المساعد بتاعها فبيسأل شانتو الفني اللي بيشتغل هنا عن اخر تاريخ تم التسجيل فيه للسندوق الاسود ده والشخص الفني ده بيقوله بتاريخ تلاتة وعشرين اغسطس سنة الف تسعمية اربعة وتمانين فبيتصدموا كلهم وما حدش بيبقى عنده تفسير خالص وده معناه ان الطيارة سفرت بالفعل بطريقة معينة عبر الزمن وانتقلت مباشرة من سنة الف تسعمية اربعة وتمانين لسنة الفين وتسعة عشر في الوقت الحالي وفي الوقت ده الشخص التاني اللي نجى بحياته من تحطم الطيارة رقم جي إل خمسين بيستعيد وعيه وبيفوق في المستشفى وبنعرف ان اسمه مترا ولما بيعرف مترا من الممرضة ان الكابتن طيار بيه وناجت هي كمان زي من الحادث ده بيتوجه مباشرة لقوضت بيه في المستشفى علشان يموتها وبصراحة مش عارفين هو ليه عايز يعمل كده ولكن لحسن حظ مترا ان الممرضة بتشوفه وهو بيتهجم على بيه فبتطلب الناجدة والمساعدة بسرعة ولكن مترا مش بيستسلم وبيمسك بأداة حد وبيمسك الممرضة دي وبيهدد بقت لها وبيمشي في المستشفى علشان يخرج ويهرب من هنا فشانتو بيوصل وبيشوف اللي بيحصل ده وبيحاول يخلي مترا يتراجع عن اللي بيعمله ويسلم نفسه بهدوء ولكن مترا مش بيسمع له وبيرفض يسلم نفسه وبيزق عليهم الممرضة وبيهرب من الباب ده وبسرعة شانتو بيجري وبينزل للدور اللي تحت في المستشفى وبيخرج للخارج ولكنه بيشوف مترا اخذ العربية دي وهرب بيها وبعد كده شانتو بيعمل شوية تحريات وبحث عن مترا وبيكتشف انه كان شخص زاكي وعبقري جدا ده كمان كان استاذ في مركز ابحاث العلوم في مدينة كولاكاتا وكمان كان ناشط سياسي اساري وبنعرف انه كان متورط مع بعض المنظمات الارهابية واخيرا شانتو بيقدر يوصل لعنوان بيت مترا وبيروح لهناك فعلا وبيلاقي في بيته مجموعة من الكتب والملفات واوراق ابحاث تانية كتيرة مترا هو اللي كتبها بنفسه وبيلفت انتباه شانتو كده بحث بعنوان المشروع فبيفتح البحث ده وبيقلب فيه وبيتفاجأ بمخطط للرحلة جيئا لخمسين وبيقرر شانتو انه ياخد بحث المشروع ده معاه وبعد كده علشان يعرف اكتر عن مترا وعن بحث المشروع ده بيروح شانتو لمركز ابحاث العلوم في ولاية كولاكاتا ولما بيوصل بيتقابل وبيتكلم مع استاذ اسمه ااشن وبمجرد ما ااشن بيسمع من شانتو عن بحث المشروع ده بيقول شانتو انه في عام 253 قبل الميلاد امبراطور الهند جمع العلماء والفلاسفة من كافة انحاء البلاد علشان يعملوا تسع كتب مختلفة والكتب دي بتتكلم عن الفنون والعلوم الخارقة للطبيعة زي الاختفاء والقدر على الطيران والصفر عبر الزمن ولكن بعد كده تم اخفاء ودفن الكتب دي علشان كانوا خايفين للاعداء يستخدمهم بشكل ما كده ضدهم في المستقبل وبعد مرور الاف السنين تم العصور على بعض من صفحات كتاب الصفر عبر الزمن وسعتها تم تشكيل فريق من مجموعة من الباحثين علشان يثبته صحة نظرية الصفر عبر الزمن دي وتم تصنيف البرنامج البحثي ده على انه سري للغاية واطلقه كمان عليه اسم المشروع وبعد ما شانتو بيسمع القصة دي من اشن بيسأله عن مترا فااشن بيقوله انه ما يعرفش عنه حاجات كتيرة وبيقوله لو انت عايز حد يعرف معلومات اكتر عن مترا يبقى لازم تتعامل مع الاستاذ داس علشان هو ده ومترا كانوا قريبين جدا من بعض في الوقت ده وبالليل شانتو بيقتحم البيت على الاستاذ داس وبيتواجه معه على انه كذب عليهم قبل كده لما سألوه عن الرحلة رقم جي ال خمسين وشانتو بيوجهه وبيارد عليه بحث المشروع وبيطلب منه يتكلم ويقول كل حاجة يعرفها وهنا داس مش بيكون قدامه خيار غير انه يتكلم فبيقول لشانتو ان ابو مترا كان جزء من المشروع ده ولما ما توصلش الحاجة في الحكومة وقفت العمل على المشروع وبعد كم سنة مترا بدأ يشتغل ليل ونهار على مشروع والده علشان يكمله واخيرا بعد سنين من التعب والارهاق والعمل الشاق واصل مترا اخيرا لكود وطريقة الصفر عبر الزمن ولكن شانتو بيقاتى كلام داس وبيقوله انا بقى مش مصدق اي حاجة من كل الكلام ده لان ما فيش حاجة اسمها الصفر عبر الزمن ولكن داس بيقوله لا يا باشا كل الكلام ده صحيح ومترا بزكاءه وعبقريته وجد وواصل للصيغة المطلوبة واللي من خلالها اكتشف بعض السقوب في الغلاف الجو للارد ومن خلال السقوب دي فيقدر يسافر عبر الزمن وبيقوله في الوقت ده انا كنت صغير في السن وتلميذ عند ميترا وكنت عارف هو بيخطط ليه بالزبط وبيقوله ان ميترا كان بيخطط انه يخطف طيارة ويدخل بيها في سقوب من السقوب دي علشان يسبب صحة النظرية ولكن كان لازم ليه من مساعدين معاه لتنفيذ الخطة دي علشان كده استعانب بارتو زعيم المنظمة الارهابية اللي اسمها APA وبيقول كمان ان بارتو ده اللي هم رجلته خطفوا الطيارة رقم 026 وطلبوا كمان بالافراج عن زعيمهم في مقابل الافراج عن الطيارة والركاب اللي فيها ودهس بيختم كلامه وبيقول لشانتو انا مركبتش على الطيارة رقم JL50 علشان حسيت بالخوف وكنت حاسس ان ممكن تحصل حاجة خارج الخطة المحطوطة وميترا بالفعل كان مخطط انه يرجع بالطيارة في خلال 35 ساعة بس ولكن اتضح ان حساباته كلها كان فيها غلط علشان كده الطيارة اختفت وظهرت دلوقتي بعد 35 سنة مش 35 ساعة زي ما هو كان حاسب حساباته والغريب ان بعد كل الادلة والكلام ده فاشنتو لسه رافض انه يصدق فكرة السفر عبر الزمن دي وداس بيقوله ان الحكومة وفقت على اطلاق صراح بارتو زعيم منظمة APA الارهابية من الحبس بتاعه خلال يومين وبيحذروا داس ان لو ميترا وبارتو تقابلوا وتجمعوا من تاني مع بعض فممكن يعملوا حاجات تضر بالبلاد وعقلك كمان ما يقدرش يستوعبها وشانتو لما بيسمع كده بيبدأ يقلق من كلام داس وداس بيقوله مفيش غير طريقة واحدة بس لايقاف ميترا وهو انهم يدخلوا من تاني للسقب الزمني اللي دخل منه ويرجعوا من تاني لسنة 1984 واسعتها يقدروا يمنعوا ميترا وبارتو ورجالتهم من اختطاف رحلة الطيارة رقم G ال 50 ولو نجحوا في كده فينقذوا ارواح كل الناس اللي ماتت في حادث تحطم الطيارة وكمان مش هيكون فيه وجود لمجرمين وقتلة زي بارتو والمنظمة الارهابية بتاعته فشانتو بيوافق على الكلام اللي بيقوله داس ولكنه برضو لسه متردد ومش مصدق اللي بيتقال له ده وفي المشهد اللي بعد كده شانتو وداس بيروحوا وبيتقابلوا مع بيه في المستشفى علشان هي الوحيدة اللي عارفة الاحداثيات بتاعة السقب الزمني اللي دخلوا فيه ولكنها بتكون لسه مصدومة ومش مستوعبة فكرة انها سفرت 35 سنة للمستقبل ومش بتكون متخيلة انها حاليا في سنة 2019 ومش بتكون عايزة تتكلم معاهم ولا تقول اي حاجة ولكنهم بيقنوها بفكرتهم وبتوافق اخيرا انها تتكلم ولكن بشرط وحيد وهي ان هي اللي تسوق الطيارة من تاني فشانتو بيكون رافض لطلبها ولكن بما انها مهمة سرية ومحدش هيعرف بها غيرهم فبيوافق على طلبها وتاني يوم الصبح جنجا بيوفرهم طيارة في السر كده وبينطلقوا بيها في المهمة بتاعتهم واول ما بيركبوا الطيارة وبيقلعوا بيها في الهوى شانتو بيقولهم انا واخدكم على قد عقلكم ومتأكد ان ما فيش حاجة اسمها سفر عبر الزمن ولما بيكونوا خلاص على وشك الوصول للمكان اللي فيه السقب الزمني اللي دخلت فيه الطيارة من 35 سنة فجأة الطيارة بتتهزب قوة وبتتعطل وبتضطر بيه انها تعمل هبوط الطراري وبينزله فحق لمفتوح كده وبيكون واضح ان المنطقة مختلفة تماما عن المنطقة اللي هما لسا يدوب اقلعوا منها وفي الوقت ده بتعدي من جنبهم عربية موديل قديم جدا وبيركبوا مع الشخص ده للعربية وبياخدهم في طريقه وبعد نص ساعة كده بيوصلوا لمدينة كولاكعتا واخيرا لما بيشوف شانتو شكل الشوارع والبيوت والعربيات وملابس الناس اللي حواليه بيتأكد شانتو ان هما رجعوا لسنة 1984 وبيقول لهم انا لازم انهي المهمة اللي جاي علشانها فاسرع وقت ممكن وارجع من تاني ولكن في حاجة مهمة لازم اعملها الاول وبالليل بيروح شانتو لدار الايتام دي وبنعرف انه يتيم ووصل لدار الايتام دي سنة 1984 وفجأة بيشوف شانتو اتنين رجالة ركبين عربية وبيوقفوها وبينزلوا الطفل ده منها ودار الايتام بياخدوه للداخل والشانتو بيدخل ورا الطفل ده وبيشوف القلادة اللي في ايد الطفل ده وتاني يوم الصبح بيتقابل شانتو مع داس وبيه والتلاتة بيتكلموا وبيحط الخطة اللي بيها هيمنعه مترا من اختطاف الطيارة وداس بصفة واحد من المقاربين لميترا في الوقت ده في الماضي فبيقولهم ان الاجتماع اللي عامله مترا بخصوص التخطيط لاختطاف الطيارة هيكون النهاردة وبعد كده بيوصل التلاتة للمكان اللي هيكون فيه اجتماع مترا مع شركاءه وبينتظروهم كمان يوصلوا للمكان ولما بيكونوا التلاتة في العربية هنا شانتو بيسأل بيه اذا كانت شافت طفلها اللي تولد ميت بعينها ولا لأ وبيه بتقوله بصراحة لأ علشان انا فقدت الوعي تماما وكان مغمى علي بعد الولادة وتاني يوم لما فائت واستعادت وعيها والدها بلغها انها ولدت ولد ميت وانهما كمان دفنوا للي تنبارح واخيرا بيوصل مترا وبرتو ورجالته للمكان وبيدخلوا جوه علشان يحطوا اللمسات الاخيرة لخطتهم في اختطاف الطيارة فبيدخل شانتو وداس وراهم وبيه بتكون مستنياهم برا في العربية وشانتو بيظهر لهم وبيوجه السلاح عليهم وبيضربوا نار عليه هو وداس فبيستخدم شانتو خبرته وزكاءه والفنون القتالية بتاعته ومهاراته كمان العالية في استخدام السلاح وضرب النار وبيخلص على رجالة بارتو واحد ورد تاني وبيقتل وبيخلص على بارتو وداس هو كمان بيقتل استاذ ومعلمه السابق مترا وبعد ما بينتهوا من المهمة بتاعتهم بيمسك داس بشنطة كده فيها اوراق بحث المشروع ولكن شانتو بياخد الشنطة منه وبيكون عايز يحرقها علشان ما تقعش في ايد حد ويستخدمها مرة تانية وفجأة داس بيمسك بالمساد داس وبيصوبه على شانتو وبيهدده يعمل كده ويحرق اوراق بحث المشروع وبيكشف لنا الفيلم ان داس هو اللي مخطط لكل ده من البداية وانه كمان ندم على حرق الاوراق ومستندات المشروع في بداية الفيلم لما تقابل مع شانتو لأول مرة وكذب عليهم انه ما يعرفش حاجة وبعد كده رجع للبيت وحرق كل الملفات والاوراق البحثية اللي ليها علاقة بالمشروع ولكنه لما شانتو رحلوا البيت واستجوبه ساعتها خطرت على بل داس فكرة شيطانية والفكرة انه يقنى شانتو بالسفر معي عبر الزمن والرجوع لسنة 1984 علشان يمنعه مترا من اختطاف الطيارة ولكنه في الحقيقة عايز يرجع ويسافر بالزمن للماضي علشان ياخد اوراق بحث المشروع وتكون معاه وداس بيكشف لشانتو انه في اليوم اللي مترا هرب منه من المستشفى زاره في البيت وطلب مساعدته ولكن داس بدل ما يساعده قتله وخلص عليه علشان يدفن سره معاه وما حدش يعرف الحقيقة وفي الوقت ده شانتو بيصوب سلاحه على داس وبيضربه نار على بعض وبيتصاب داس بالرصاص وبيقع على الارض اما شانتو فبيحرق اوراق بحث المشروع قدامه وبيخرج شانتو من المكان علشان يركب العربية مع بيه ويتحركوا من هنا ولكن فجأة بيحسوا بصوت فاضيع ومؤلم في دماغهم وبيتم نقل التلاتة مباشرة اللي هما شانتو وبيه وداس من تاني للوقت الحاضر سنة 2019 من غير ما يدخلوا في السقب الزمني بسبب انه بموت ميترا وبارتو ورجالتهم فما فيش طيارة هتتخطف ولا اي حاجة ولما بيرجعوا للحاضر سنة 2019 بيتكون فيه تغييرات بسيطة وطفيفة حصلت في حياتهم وبيظهر لينا شانتو وهو مسافر مع مراتو على رحلة الطيارة الرقم 026 واللي من المفترض ان رجالة بارتو ومنظمته الارهابية هيخطفوها وبيكشف لنا الفيلم ان الرحلتين GL50 وZ26 ما تمش اختطافهم ولا اي حاجة علشان شانتو قتل وخلص على ميترا وبارتو ورجالتهم في الماضي سنة 1984 حتى كمان ان شانتو وزميلو في الشغل جانجا اتقابلوا على الطيارة وما حدش منهم عارف التاني خالص وده معناه ان هم ممكن ما يشتغلوش مع بعض ولا هيكونوا اصدقاء ابدا في المستقبل ومن الممكن ان شانتو اصلا مش هيشتغل كمحقق في مكتب ووكالة التحيات المركزية وده كله بسبب تغييرات بسيطة جدا حدست في الماضي وبعد كده بيوصل شانتو لنفس دار الايتام علشان يحتفل بايد ميلاده ولما كان بيهزر وبيلعب مع الاولاد والاطفال الصغيرين بتيجي واحدة ستة عجوزة كده وبتقرب منه وبتحضنه وبنعرف انها بيهو وبنكتشف ان في الماضي ابن بيهو ما اتولدش ميت زي ما ابوها قال لها ولكنه حطوا قدام دار الايتام دي علشان هي حملت وخلفت من غير زواج وكان والدها خايف من كلام المجتمع والناس على اسم وشرف عليتهم والطفل ده هو شانتو نفسه وبيفضل شانتو هو وامه بيهو يوزعوا الهدايا على الاولاد وهم مع بعض في غاية الفرحة والسعادة وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهاردة اتمنى تكونوا اتبسطتم معانا ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب واتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد اشوف بقى والشكو على خير سلام